في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول قرار الحكومة الأخير القاضي بإدماج موظفي وعمال عقود ما قبل التشغيل قال وزير المالية محمد لوكال إن هذه الأخيرة وتبع لقرارها إدماج جميع عقود ما قبل التشغيل فإنه من المنتظر صدور المرسوم التنفيذي في اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء القادم كما طمأن محمد لوكال المستفيد من سيغة التشغيل المعنية بأنه ستكون هناك عدالة في الإدماج بين جميع المعنيين بالملف على أن تكون عملية الإدماج تدريجية على مدى ثلاث سنوات كأقصى حد موضحا أن العملية انطلقت فعليا من خلال تعليمات وجهت لمختلف القطاعات بمباشرة عملية تحيين الملفات والتي ستمكن الآلاف من الاستفادة نهاية الشهر من الإدماج النهائي كمرحلة أولى وزير المالية جدد تأكيده على أن الحكومة ستعمل على تطبيق قرار الإدماج دون توقف حتى استكمال جميع الملفات والفراغ من آخر عقد في هذه الفئة كما كشف الوزير عن تقديمه اقتراحا للحكومة يقضي بتسليم المعنيين بالإدماج شهادات رسمية تثبت للجميع أنهم معنيون بالإدماج حسب الرزنامات التي ستقررها الحكومة والتي وعدت بالتكفل بالموضوع ودراسته خلال مجلسها المقرر الأربعاء القادم يذكر أن الإشكال الأساسي الذي حال دون تطبيق قرار الإدماج بالسنوات السابقة يتعلق بكون 72% من أصحاب عقود ما قبل التشغيل ينشطون في القطاع الإداري إضافة إلى شروط التوظيف الدائم التي تخضع للقواعد الخاصة بالوظيفة العمومية